أمريكا يحكمها الديمقراطيون الآن وهم داعمون لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وإحدى تعهدات رئيسها بايدن خلال حملته الانتخابية هي حق التمثيل الدقيق للمتحولين جنسيا هناك أشخاص لا يمكن تصنيفهم بيولوجيا على الدوام كذكر أو أنثى ويعرفون بالجنس الثالث ويرى هؤلاء أن القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم كذكر أو أنثى دون خيار آخر قبلا إذا تقدمت باستمارة جواز سفر أمريكي ولم ترضى الاختيار بين الذكر والأنثى عليك أن تذهب إلى الطبيب سيمنحك شهادة طبية تثبت اختلافك عن الجنس المذكور في شهادة ولادتك أو تثبت اختلافك عن الجنس المغاير أو انتمائك للجنس المغاير وبذلك يعني يمكن أن يوضع لك X الآن لست بحاجة لهذه الشهادة لأن هناك خانة متخصصة باسم X أي غير محدد الجنس لاختيارها قد أصدرت الولايات المتحدة أول جواز سفر يتضمن تحديد جنس حامله بكلمة X ترون هذه الـ X هنا؟ 6؟ X ليرمز أن حامل الجواز شخص غير محدد الجنس ها هم وأقول هم لأنه غير محدد الجنس دانا زيم من ولاية كولورادو هو من قدام المحاربين في البحرية الأمريكية وهو أول شخص حصل على هذا الجواز في الولايات المتحدة بتحديد الجنس X إنه اعتراف قانوني بالنسبة لي ولمجتمعي الاعتراف القانوني يعني أننا نتمتع بمكانة بشرية أستطيع أن أكون أنا أستطيع أن أكون أنا بكل معنى الكلمة إنها لحظة مثيرة بالنسبة لي لم يتم حبسي أبدا في مكان مغلق ولكن عندما تمنع من الوصول إلى آماكن تشعر أنك في سجن أنك محروم من صفة الإنسان كما لو أنني لم أكن مواطنا في هذا البلد لأنني منعت من المغادرة نحن هنا قانونيا لقد كنا دائما هنا لكن الآن يمكننا أن نقول ذلك بشكل قانوني أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستضيف الخانة X على جوازات السفر وقالت في بيان أن الولايات المتحدة ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أمريكية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج وذلك التزاما من وزارة الخارجية بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس المغردون العرب قدموا بعضا من آرائهم واء أو هواء يقول بيصدر الجواز وبيفوز ترامب الدورة القادمة وبيلغي وصي يرده وكأنه يخاطب الشخص الذي حصل على الجواز علي يقول طيب يدخل حمامات النساء أو حمامات الرجال السؤال الخارجية الأمريكية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا انتقدت القرار وقالت ها هم الأشخاص X المتحولون المعايير الجديدة كما هي تحولات شنيعة فرضت على العالم أو فرضت على العالم تحت غطاء حرية الاختيار البرنس الزعيم يقول البرنس الزعيم أوه عادي هذا هو أوه عادي ما يسبب خطر على الأمن بتحديد جنس صاحب الجواز بس النقاب ممنوع الولايات المتحدة لم تكن الدولة الأولى التي اختارت خانة الجنس الثالث أو غير المحدد فهناك العديد من الدول التي سبقتها منها ألمانيا أستراليا نيوزيلندا وكندا والهند شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها